إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا أحبة الكرام ما حلقة مباركة جديدة في موضوع التواضع وما أحوجنا إلى هذا الموضوع في زمن الماديات والتفاضل المادي والله عز وجل يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم وليس أغناكم ولا أنسبكم أحبة الكرام الله عز وجل أوصى نبيه وهو المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم بالتواضع فقال سبحانه واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين وامتدح الله تعالى المتواضعين في كتابه الحكيم فقال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون وإذا خاطبهم الجاهنون قالوا سلاما وأوحى الله تعالى إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد وهناك آية عدة تناولت موضوع التواضع نذكر منها قول الله عز وجل في سورة لقمان ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحبك لمختال فخور وقوله عز وجل واخفض جناحك للمؤمنين ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المشهور المعروف من تواضع لله رفعه أحبة الكرام للتواضع تمار يانعة أولها محبة الله تعالى لعباده المتواضعين محبة الله تعالى لعباده المتواضعين ثانيها إكرام الله تعالى للعباد المتواضعين يوم القيامة هل جزاء للإحسان؟ إلا الإحسان ثالثها دخول المتواضعين لجنة عرضها السماوات والأرض رابعها رفعة الله تعالى لعباده المتقين المتواضعين يوم القيامة ولابد أحبة تذكرارا ما دمنا تكلم عن الموضوع التواضع أن نسرد بعض الأمور التي تعين على التواضع كما قال سيدا محمد إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم التواضع صفة ممكن أن يكتسبها الإنسان بالممارسة بالدربة بالتعلم بأن يجعل نفسه متواضعا مع من خلق الله تعالى من العباد ومن المخلوقات جميعا أول هذه الأمور التي تعين على التواضع يا معرفة الإنسان لقدره معرفة الإنسان لقدره طال الله تعالى في كتابه الحكيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك الله تعالى يذكرك بأنك كنت لا شيء فلماذا الغرور ولماذا الكبر ولماذا التكبر على الناس لذلك على الإنسان أن يعرف قدره وبأنه في يوم الأيام سيكون جثة هامدة تفوح منها ريح نتنة يعني يعجل بدفنه فعلى الإنسان أن يتعيد من هذه المواقف أحبة الكرام ثاني الأمور التي تعين على أن يكتسب الإنسان خلق التواضع وتطهير القلب من الأمراض كالحسد والحقد والعجب والغرور ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة إنما أنا ابن مرأة كانت تأكل القديدة في مكة شوف سيدنا محمد الرجل العظيم الذي آته الله تعالى يعني ما لم يؤتي أحد من العالمين من الخصائص والمزايا والمعجزات من الكتاب العظيم كان يقول إنما أنا ابن مرأة كانت تأكل القديد في مكة حالك تتقى الإنسان عندما يفتح الله تعالى عليه ويصبح ثريا ينسى ماضيه بل ينكر ماضيه واحتوى إن ذكر به لا يريد أن يتذكره لا أحباب لينا على الإنسان أن يعرف بأن هذه الدنيا هي عبارة عن ممر وليست مقر والآخرة هي دار المتقين لقول الله عز وجل وإن الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون أي الحياة الخالدة التي فيها المستقر وفيها لقاء الأحباب لقاء الأنبياء لقاء الصالحين أحبة الكرام أسأل العلي القدير أن يجعلني وإياكم من المتواضعين أسأل العلي القدير أن يرفع قدرنا ومقدرنا اللهم يا ربي إنا نعوذ بك من الرياء ومن الشقاق ومن سوء الأخلاق ونسألك يا ربي حسن الأخلاق اللهم ارزقنا حسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسن الأخلاق إلا أنت ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ لعلى إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة